السلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله اخير جزئه. دلوقتي انت داخل تعمل عملية للمريض. طعم? ماشي? طبعا مش تعمل عملية كده خلاص لأ بتبقى بتجهز المريض قبل العمليات. وفي خطوات كمان بتعملها بعد العملية. طيب ايه اللي حاجات انا بعملها قبل العملية? بقيم الاستجابة او الاستجابة او الاستجابة مستوى الوعي عند المريض. لو فيه اي بارالايزز فيه مشاكل في الفيديوال فيه مشاكل في الحركة فيه مشاكل في الكلام. كلام ده كله. اه بلاحز برضو حركة رجلي لو في اي بارالايزز في الاتراف. لو المريض مثلا عنده اللي هو اه او عنده صعوبة في النطق اللي هو الكلام او الاموشن الحركة بتاعته عمنا زي. لو في اي صعوبة في عملية الرؤية او عنده مثلا سوالن تورم او كده. ماشي فيه مشاكل عنده انه هو يتكلم او مركب مثلا تركوستومي او اندروتراكيال تيوب. يعني يمركب امبوبة مثلا في جزء الرقبة او كده فمن التاني مش مخليها قادر يتكلم بتاعه شايف انها حاجات يعني هبلة هبلة بجد يبقى انا لما اجي اعمل المريض قبل العملية بشوف زي ما قلنا الرؤية عاملة ازاي لو في اي اضطرابات في الرؤية اي امراض الكلام ده كله موتور حرقته عاملة ازاي رعايته بنفسه عاملة ازاي اتصالاته مع عائلته عاملة ازاي الكلام ده كله وعندي بردك فيجوال وموتور وفيربل الكلام بتاعه عاملة ازاي بتكمل كلمات على بعضها ولا لا كلها حاجات بازهية انت هتعرف يعني تألفها والثلاثة دول تقدر تحنجل حواليهم حاجات كتير ماشي طيب بعد العملية بقى طبعا احنا عارفين ان خلاص عملنا عملية وشلنا الورم والكلام ده طبعا بعد العملية الفكرة بقى بتكون في وضع المريض المريض ماينفعش ينام على الجنب بتاع العملية عشان مايزودش الضغط صح ولا غلط المريض لو عينيه ماينفعش يركز بها كتير تمام عشان ما ما توجعوش او كلام ده فهمنا الفكرة يبقى بلايه سلبيشنت عالصايد عالجم لو هو عامل كيرانيوكتومي يعني استقصال جزء من اللسقل خلاص ما تنيموش خالص على الجنب بتاع العملية ماشي ليه لان داي جماعة هيزود الضغط على الدماغ ماشي تمام اه تو عشان بقى اقلل الضغط يا جماعة اتأكد ان راس المريض دايما تكون اعلى من جسمه يبقى بص بعد العملية في وضع معين بس عايزك تفهم ان دايما الهد بتاعت المريض اعلى من جسمه علشان اقلل الضغط الوضع بعد العملية ده البوزيجن بتاعه بس ده اللي انا عايزك تركز فيها عشان اللي لو تسألت فيها تمام طيب يعني التشخيص يبقى يا اختي التشخيص اول حاجة احنا لسه قايلين اه دي كلها حاجات يعني ايه يعني المريض عرضة انها تحصلوا اول حاجة ما يبقى في مشاكل في عملية النفس ممكن مسلا مركب زي ما قلت لك تيوب او كده ففي مشكلة عنده في عملية النفس في الاكسوجين وكده مشكلة في الاوضاع بتاعته مسلا برضك من ضمن حاجات اللي ممكن تحصل اديما في المخى استغفر الله العظيمة كل عزيزك وتالت مشكلة اطراف الادراك يبقى دول تلت مشاكل بس خد بالك هو عرضة انه هما يحصلون هي مش عنده بس هي ممكن تجهب عرضة انه انها تحصل لها المهم اول مشكلة زي ما قلت لك او النفس مش شغل كويس بعد العملية اه فالمفروض ان لأ النفس يكون كويس ده الهدف بتاعي فهو اعمل اه عشان اعمل اقضي على زيادة سني اكسيت الكاربون او نقص الاكسوجين يعني زبت الدنيا اه الوضع بالنسبة للمريض الاحظوه هو خليه في سيمي برومبوزيجان ده لو فاكرين اللي هو نايم على بطنه او على الجنب وخلاص اعمل لو في اي في جزء الرقبة او كده او في القصبة او بتاع طبعا بسحبه وبعملله شفت بحافز على بتاعة المريض بشوف الجازز اللي هي موجودة في البلد وبرفع راس المريض زي ما اتفقنا لازم اصلا راس المريض تكون عالية عن الجسم زي ما اتفقنا او برفع راس السرير ما هو رفز كأنك رفعت راس المريض يعني تدي له طبعا مفيش حاجات خالص عن طريق البق لان اصلا هو ممكن يكون بيتا شوف اللي يبنك كزا اسمها فمي المهم اه طبعا هو ممكن يتنفس عن طريق الفم عنده صعوبة فتلاقي حاصلا انت وانت عندك بلد وعندك صعوبة في النفس لقيك بتتنفس من فمك وشوية كده وشوية كده صح ولا ايه مش شاجه انا بقى اكله عن طريق البق عمله بالزرعة زي ما كون حد ننفسه مزدود واقوم حطاله ترمومتر البق يعقمة الغباء بتاعتك اتأكد طبعا من اللي هو سبوت القلب يبقى دي اول مشكلة ممكن تقابلني بعد العملية ايه يا شمس ان يبقى اه قلناها اسمها ايه اسمها في مشكلة في عملية النفس طب ونحل ازاي بقى مشكلة في عملية النفس اتفقنا ايه اللي ممكن يعرق العملية النفس الوضع خلو اقعدوا في الاترابوزيجن او ارفع راس السرير ايه اللي ممكن تاني عمل في مسلا في الجهاز التنفسي وكده اعمل لها اسحاب اتفضل تمام بس ما يدخنش اه الكلام ده كله ما يطلعش ما يبزلش مجهود يحاول يسترخي كده فهمنا الفكرة تمام ده ده بالنسبة لاول مشكلة يعني ده المشكلة عنده شباب قديمة صح وكل الحاجات دي ايه عشان بستأكد عليها ان هي ايه عرضة ان هي يحصل ماشي طيب يبقى هنا زي ما قلت لكم اه يعني بعمل ما بين الغزين بخلي المريض في وضع مناسب قلتلك زي اللاترق او السيم برون بعمل لأي افرازات موجودة بشوف حد الجازز برفع راس السرير وزي ما اتفقنا بقى بخليه يعمل ايه اكسرسايز فالمهم اه اكسرسايز يعني ايه اللي هو دي بريزي مشحفي يحاول ياخد نفسه والكلام ده كله يا شابت يا شابت طبعا الفم هو طالما عنده مساكل في النفس يبقى بتنفس عن طريق الفم يعني او الفم بيساعده فبالتالي لو مسلا فيه قف وبتاعه والكلام ده كله وكده ما فيش اكل عن طريق الفم خالص عشان ما يشرقش ويموت انت انت متخيل عمالي قاحل ده بقى اخد كل نعم قمة القباء بتاعتي يعني العفو والله ما اصدش المهم يعني اه فبس كده شوية حاجات هتفتكسوها وان شاء الله تمام طب اوديما اوديما يعني ايه لما اتفقنا بقى اوديما اا يعني كتلة كده من الميا جوة او تراكم ميا جوة فعشان كده دايما زي ما اتفقنا بشوف الايه الانتراقرانية حاجة اساسية لازم دايما جماعة نكون شايفينه يعني دي الحاجة الاساسية وببناء على ذلك نشوف الاي اه حركة العين والمطور اللي هي شرحناه في لو فاكرين العين والمطور والفيربل ماشي طيب بس كده مش اكتر من كده يعني اشوف الانتراقران بليجر هو بالاختصار اه مسلا استجابة المريد العالمية حيوية بتاعة المريد اه نيرسيج مانجومنت مثلا ازاي بتتخلص من السوائل دي طبا اعمل ايه يا اختي اعمل ايه في القديمة يعني هتحكم فيها ازاي زي ما قلت لك بتدي دايوريتك مسلا دايوريتك اللي هي مدرات للبول فهمت الفكرة عشان تخرج عشان السوائل الكتير دي تخرج تدي استيرويد يعني محليل للجفاف عشان اه يعني بص حاجات تعمل مش يعني مش محليل جفاف بس اللي هو الفكرة ان انا بدي استيرويدات ومدرات للبول والكلام ده كله علشان يقلل شوية كمتر مويل في جسمك بدي اه برائب طبعا فلاود انتيج كمية السوائل اللي بتدخلك وبحس بيعني الانتيج والقود بط وكده ثم باش فيه كمية سوائل زيادة في جسمك يبقى قديمة يعني في سوائل في جسمك زيادة على المخ المفروض يا شامس اعمل ايه احنا اتفقنا ان الموضوع ده بيعلي انكريز الانتراكرانيال بريجر صح ولا ايه اه يبقى دايما اراقي بالانتراكرانيال بريجر ده اشوف الاي اشوف العين اه اشوف المطور اشوف الحركة اشوف الوربال وحاولنا انا اتخلص من الاوديمة دي ونتائج التحليل وبتاع اه طيب بالشمس ممكن تقولي لي خبالك انت ممكن تكون بتعاني من ايه من الليلة دي كلها الحاجات الطبيعية واحد تعبان يبقى اكيد بين في قلم انسومنية ارق انكزايتي الآن اه ايزوليشن عزلة اجتماعية مكلمش مع حد هدك مصدع مش شايف كويس مش عارف يتحرك كل الكلام ده وارد صح ولا ايه تمام اه برضك زين زي ما اتفقنا واي 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 الاوديمة دي بقى بعالجها ازاي زي ما قلتاك ممكن ادي مسلا ديوريتك عشان اتخلص من المدرات الزيادة او من السوال اللي هي الزيادة اللي في جسمه ممكن ادي حاجة اسمها ماشي اه ممكن ادي استرويدات اي حاجة مش حوار خلاص كده تمام اه برضو زي ما اتفقنا dean take the out put دي حاجة في عينيك ما تقوليش وانا هنا مالي اخت ومال الرينال لا فوق برضك اه عشان من ضمن المشاكل القديمة من ضمن المشاكل القديمة حدش يقول لي بصي ان انا اشوف الاربط دي يا حاجة ده في الرينال لا وهنا وفي النيرو تمام لیه لان زي ما اتفقنا من ضمن المشاكل القديمة لان الالقديمة تراكم سوال ممكن يكون على المخ scooter له واخده ان هو بس تراكم سواال في جسمك وعالجيليا والليلا دي كلها ممكن يتراكم على المخ. الجسم كله منفض على بعض ايه. المهم. تالت مشكلة. ها انا علقت اولي. يا رب يا رب عدي على خير والله العظيم يعني ايه يعني فيه مشاكل في الادراك. زي ما اتفقنا السمع والرؤية. اه صداع بقى الكلام ده كل. زي ما اتفقنا بقى بيبقى في اه حاجات بتساعدك. يعني انت مسلا عندك مشكلة في الرؤية او مش بتشوف كويس او كلام ده لازم هيكون فيه اجهزة بتساعدك. في عامة الفكرة اه اوديتوري اللي هي مش عارف ايه علاقة الاوديتوري بالدماغ. مش عارف بصراحة. المهم احنا اتفقنا اني اه لنا يعني هعرف افيدك به والله ازاي الاي. دلوقتي انت عندك قديمة فبالتالي وشك هيبتدي يورم عينيك هتبتدي تورم بتاع مش هتبتدي تشوف كويس. فبتبتدي فعلا انت اخد بقى اه حاجات تساعدك. وبالنسبة ان عينيك المورمة او كده فبنبتدي نحطها لابريكانت او يعني حاجة عاملة زي اونج من مرهم او كده يعني فاهم الفكرة. بعمل كمادات اه بعمل لك اكسرسايز طبعا عشان المطور بعد وروح حركتك. هو نفس الكلام يعني. عشان الحركة بتاعتك والكلام ده. الفيربل اعمل لك احاول لان اقل فاهمين انتو الفكرة. فاسمها في السنسوري. في السنسوري خلاص. اللي هو عبارة عن زي ما قلتلكم. ماشي طيب. زي ما اتفقنا. آآ برضك الاوضاع بتاعتك. آآ ايه يا شمس العلاقة? ما احنا قلنا? هو مين الهم ان في آآ آآ زيادة فلو هو زيادة هيعمل لك قديمة هيعمل لك مشاكل في في عينيك الكلام ده كله. فبالتالي لازم دايما آآ بعارف الوضع اللي هيساعدني ان انا اقلله على قد ما قدر. بدي مسكنات. شن بقى الصداع الهم الكلام ده كله. آآ للعين زي ما اتفقنا اللي هو كمادات. آآ صاعل مثلا الكيراتين لو كما ما فيش بحط الاطراف او بحرك المريض لو عنده مشاكل في الحركة يعني واعمل للمريض لو هو عنده ارق او كده بعمل له ودعمه الكلام ده كله. فلنا الفكرة. فيمناها. ان شاء الله يكونوا فيمتوها. يبقى التالت مشاكل دوب بتنشيل. اقولنا في الادراك. زي العين مسلا وزي طب ايه يا شمس زي ما قلت فاني. زيادة بيعمل اوديمة. في التالي العين بتورم. فبعمل لها بقى لابريكانت وبابتدي يعلم المريض عن البيئة وازاي يتفعل معاها والكلام ده كله لو هو مش شايف مسلا فبابتدي ان انا اوصف له الاماكن البيئة اللي هو بيبقى قاعد فيها. بقول له اللي يتبعه عشان يقلل على قد ما يقدر. وبعمل له مسلا ممكن كمدات ممكن ايكسرسايز. آآ اكسرسايز لانه هو ما بتحركش عنده مشاكل في الحركة فبعمل على انه بيحرك الاطراف بتاعته. تهم الفكرة لو هو عنده او تعمل بسبب القلم اللي عنده فبالتالي اعمله ادعمه. نفس الكلام اللي ايه? الحمد لله. كده على خير يعني خلصوا آآ تعمل الخمس محاضرات ايه? اش شافوا. الخمسة. اللهم اني استودعوك ما فاهمت ومقرأت وما حفظت وما سمعت. دوق لين عند حاجتين اللي يا ربي يا كريم.